تبدأ اليوم بجناية المنصورة أولى جلسات محاكمة المعتدي على راضيعة الدقاهلية حيث واجه المتهم تهمتي الخطف المقترن بالاعتداء وقد انتهت نيابة العامة من المسائلة أو مسائلة المتهم الذي اعترف في أقواله بقيامه بخطف الطفلة البالغ عمرها عشرون شهرانا من أمام منزلها كما استمعت نيابة إلى شهود الواقع الذين أكدوا مشاهدة المتهم يحمل الطفلة ويتجه بها إلى إحدى العشاشة البعيدة عن الأنظار